ارجع لكم تاني فقراتنا التانية وبنتكلم عن ترويج السياحة ترويج السياحة ليه افكار كتير جدا 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 الدول اللي كلها بتستغلها لتنشيط السياحة زي ما احنا شايفين بدون ذكرى اسامي فيه دول عربية عبارة عن خلصانات ما فاش حاجة ما فاش تمسال ما فاش معبد يعني لما بنك يكتشفوا منقوشة كده على حجر بتقوم الدنيا عليهم ما احنا عندنا نص اثر العالم عندنا اهرامات عندنا الهرام الكبير عندنا معابد عندنا اقناعته عن خامون عندنا الاكتشاف اللي جاي الجديد اللي هو الدكتور زي حواس قال عليه اللي هو بتاع المالكة والله على ما يكون المالكة مين تمام وميت موميا مغطاب ورقة دهب كل يوم اكتشافات كل يوم حوارات كل يوم حاجات تخص السياحة لو مصر اه انا مش عارف اقولها ازاي بس يعني انها لو عملنا كده يعني طلعا عنا صابعنا زي ما بيقولوا هتلاقي بلد العالم كله جالك موضوع السياحة هو موضوع قوي جدا وشائك اه عندنا القدرة لو 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 فيه قبل كده حد ضيف من ضيوفي زي الاستاذ مجد صادق كده ضيف النهاردة عد غرفة السياحة اه كان فيه ضيف من ضيوفي في السياحة قبل كده كان بيتكلم معايا انا في بيقول لي ده لو فيه دولة فلانية عربية انا لو عندها الهرب كبير بس بس تماما اللي كده عندها الهرب الكبير ده هيدخل لها في الشهر عشر مليون ساعة ده قدرة التسويقية بتاعتها الدولة العربية دي بالمناسبة صباح الخير عليك الاول عرضت ان هي تيجي تستأجر الخدمات في الهرب وتدفع تلاتة مليار دولار في السنة خلاص فاحنا منتكلم على ترويج السياحة واحنا عندنا احنا عندنا حاجتنا وبتاعتنا تمام طيب قطر عندنا كاسة العالم دوليات الموجود بسم الله ما شاء الله شايف حوايك الستاذ مريان ازاي مشجعين الكلام ده كله مش عيب ان احنا نروح تمام ونيجي نقول ونقول ان احنا عندنا يا جماعة وعندنا سياحة وعندنا 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 حاجات كتير جدا ايزا عرف كده لمحة سريعا هذه الحاملة الترويجية الخاصة لمشجعين كاسة العالم اولا صباح الخير عليك يا استاذ احمد شرف وصباح الخير على مصر الجميلة مصر مش جميلة وبس مصر دي اخدص ارض الكون يعني الله سبحانه وتعالى ترك الكون كله واختار هذه الارض عشان يتجلى عليها وتكلم فيها وسمعت صوته صحيح وده طبعا من الحاجات الهمة جدا في اللي احنا بنبتدن نشتغل عليها سياحة الدنيا المستجلبة في سانت كاترين مشروع التجل الأعظم صحيح وده مشروع فخامة الرئيس بالمناسبة ودخلتها السيدة ماريه العقاة وسيدنا عيسى وخصارة وخصارة سيدنا محمد بتتكلم على الارامات وبتتكلم على ابو الهولو بتتكلم مطرح مايروح خيالك شوف خيالك هيروح فين هتلاقي عندنا مقاومات هنا في مصر سياحة مؤتمرات سياحة ثقافية سياحة علاجية سياحة بحر سياحة واتشبير اللي انت عايز مطرح مايروح خيالك انت بتقول في دول ما عندهاش كل اللي ما عندش الدول دي عندنا احنا عندنا احنا احنا كله عندنا احنا كله عندنا وبزيادة عشان كده مصر أم الدنيا ومصر تفضل أم الدنيا على طول لأنها اللي علمت الدنيا التحضر وعلمت الدنيا الثقافة وكمية الحضارات خدت من مصر ويتعلموا هنا وبعدين بدأوا حضاراته مذاكات يونانية أو رومانية أو جد بعد كده الحضارة الإسلامية ودلوقتي الحضارة الغربية احنا عايزين نتكلم دلوقتي فيما يخص النقطة اللي انت سهلت عليها قطر رئيس مجلس الوزراء مشكورا هو مهتم جدا بالسياحة وعندنا أحمد بي عيسى أبو حسين رئيس الوزراء الجديد رئيس وزير السياحة الجديد هو برضو مهتم جدا بهذا الموضوع وعايز يحقق فيه نجاح زي ما حقق قبل كده في شغل البنوك اللي هو كان بيديره في بنك من البنوك المصرية فعشان كده أصدروا قرار بأن أمن يحمل بطاقة هيا مسموح له الدخول إلى مصر دون تأشيرة إلى 31 ديسمبر فأنت مش لازم تستغلي بس فترة كاس العالم أنت دلوقتي عندك هيفضل إيه؟ هيبقى فيه انتقال بين الناس اللي غدرت والناس اللي مكملة في دور الستاشر طب أنت عملت هذه المبادرة أنت فين هناك؟ هم عرفوا أنا حاجة؟ شفت أنت في الاستاد وعملين فيلم ترويجي 19 ثانية طب الفيلم الترويجي ده مفروض يتعرض هناك في الاستاد مفروض يتعرض هناك في الأماكن السياحية مفروض يتعرض في قطر كلها أنت في شركة هنا متفقة مع عيق تنشيط السياحة على مليار جنيه عشان تنشيط السياحة في مصر مطروحي صرفي حتى 100 مليون هناك مش شاطي يوما أنت تأخذ المليار تودي فيه؟ إذا ما كانتش دلوقتي تستغل هذه الفرص زي ما حضرتك بتقولي قبل البرنامج فيه فرص كتير وإحنا أصبحنا يعني من سماتنا فرص ضائعة ونتأخر في أخذ القرار لأ يعني أقول لك شفت الحرب الروسية اللي موجودة دلوقتي ونقص الطاقة في أوروبا ونقص الغذاء ونقص البنزين ونقص 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 والخوف والكلام ده كله طبعا قارة أوروبا قرأ العجوز يعني الناس كبيرة هناك كتير في السن ودي معروفة الناس دي لو أعرف لو أتنهم يعني هيجي يعقب هيبات هيبات يعقب يعني يجيب عيلته وانت رجل سياحة وانا سألتك وإحنا في الفصل فعل تلقي أهو يحصل لو ده عصل لو تفتح الباب هيحصل يجيب عيالهم ويقعد بيات عندك طيب هو مش تفتح الباب بس إحنا عندنا 250 غرفة فندقية وإحنا عايزين نوصل زي ما رئيس الوزراء بيحلم كل يوم بتلاتين مليون سائح بتلاتين مليار دولار دخل زي ما أنت بتقول في حرب روسين في أزم الطاقة في دول أوروبا أوروبا منعت الأغنياء الروس من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي إلا بحاجات معينة على أساس كده إحنا في مصر عملنا ترند اسمه ورانتو إيجيبت ورانتو إيجيبت ده الترند ده ابتدى في إنجلترا تخيل بقى لما إنجلترا هي اللي تبدأ تقول هذا الترند لأن الإنجليز تعبانين الإنجليز مش هيبقى عندهم طاقة كويس قالوا لهم اللي مش قادر يروح لمصر رانتو إيجيبت روح لمصر انزل مصر كما قيله في القرآن يربطوا لمصر أيوة لسا كتوقوا هو ربنا ربنا ما قالش حاجة عن مصر غير بيهال على طول وربنا خط كنوز الأرض في مصر ومصر فيها الخير وفيها وفيها مصر فيها ما لا تتخيل من الخير وإن شاء الله بس عملية يعني إن شاء الله بدأنا من فوقه وعملية تحسين الإدارة ومع تحسين الإدارة هبتدي يتحسن كل شيء طيب عن الحملة التروجية الخاصة بكاس العالم حوالية كتير وقت 31 ديسمبر طب ما نكمل برضو يعني 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 خلاص يعني أصل الناس دي السياح زي ما بييجي هنا على فكرة زي ما وجوم فاكر لما كان حصلت أزمة كده وكانوا فينا فيه سياح وكانت مصر عملت حركة حلو قوي أيوة بداية الأزمة الروسية تمام الأكرانية فحصل أن الأكران والروس اللي اتنين على حد من سواء ما كاناش عارفين يرجعوا بلادهم فوق نفس الوقت مصر كعادتها المضيافة تمام على حاجات كتير جدا تم انا استغلي دوت مش نازم تم ادخليها وقت تلاتين ديسمبر الفين تلاتة وعشرين مد مد اتفر اتكلم مع الناس افضل لهم تعالوا روح لهم يعني حتى أنا بسمع حتى بيقولك في التسويق الترق الأبواب يعني تدخله جوه عقر بابه باقي بيته قوله أنا هنا ده حضرتك الأفلام كلها زي ما انت شايف طبعا تستقسم مش كلها يعني فيه بدون ذكر أسامي برضو فيه مسلسل جديد لمنتاج شركات الكبرى للشخصيات الخرقة بيقوم على مصر ومخرجه مصري وبتصور في المغرب لا بس أنا أقولك حاجة الحمد لله يا رب العالمين أنا مبسوط بالقرار ده لأنه كان بقاله ست شهور الحمد لله اتفتح التصوير الحمد لله اتفتح بجد التصوير قرار حكومي الأول كان اللي بيتصور بموبايل أنا حتى كنت بستغرب يعني أنا ممكن وانت في العرم وصورك يقول لك لأ دلوقتي خلاص تفتح وبقى موجود وروح تصور ولو أفلام بقى تصريح شباك واحد الحمد لله طبعا أنا أرد ده لك في اللقطتين بس يا سيدا النقطة الأولى اللي هي بتاعت التصوير ديت أنا مش لازم أعمل عليه رسوم ومش لازم أنا أصلية متشابكة إذا كنت أنا أقولك التصوير مسموح في الأماكن الأسرية برسوم معينة أبو سلاقي في الجمارك عنده مشكلة في دخول للأجهزة عنده مشكلة هي منظومة فلازم المنظومة كلها تتعدل والمنظومة كلها تعادلت بقرار فخامت الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة قوة ما هي دي؟ فتشكيل المجلس الأعلى للسياحة إحنا عايزين بقى نشوف قرارات وابتدي يبقى فيه اجتماع قوي وتعرض عليه ملفات لأن إحنا مش هنوصل للتلاتين مليون سياح بالمشاكل اللي إحنا عندنا وبالخدمة السياحية اللي مفروض إنها تتحسن ومفروض فيه حاجات كتير نتكلم فيها وأولها القضاء على السرطان اللي بيجري في مصر السرطان اللي بيجري في مصر اللي هم اللي شاكل لفتحة كل واحد فتح لي صفحة على الفيسبوك عمل لي حج وعمرة كل واحد فتح لي صفحة على الفيسبوك عمل لي سياحة كانت رجل المرخص فالدنيا كانت دي كانت بيضع سرطان ومفيش حد بيواجه وفلوسهم احنا مش عارفين بتروح فين يعني هم بياخدوا فلوسهم بيكسبوها بيودوها فين دول لا بينا ضريب ولا بينا أي حاجة ولا هم على البوابة المصرية وهم خلفين للقانون وعملين دلوقتي حرب بينهم وبين البلد بيقولوا ازاي مش عارف البركود ومش البركود ايه ده ده قانون زي اللي بيطلع التجنيد عليه سن تجنيد بياخد ترخيص تجنيد زي اللي عنده بيشتغل في الخارج بياخد تصريح عمل ده 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 اول كده الدولة بتنظم الخروج بتنظم السفر بتنظم فده حاجة بلاش انك انت تتحارب الدولة وقعدين انت فيه عندك في وزارة الداخلية انا اتمنى ان يطلع تشريع ان وزارة الداخلية اللي هي المفروض اللي هم مراقبين جميع وسائل التواصل الاجتماعي ساعة ما يلاقي حاجات زي كده احنا بيشترط علينا كشركات سياحة ان لازم نحط رقم الترخيص عشان نعلن ساعة ما يلاقي حاجة زي كده هو هيجبهم ولما يجبهم دي وراهم فلوسه مليارات ياخدوا 10% من المليارات اللي هم بياخدوها وبيضمروا الاقتصاد المصري بيه دي جزئية التانية بتاعت 31 انا ماينفعش اسألك ولكن هقولك انت حد 31 ديسمبر ياريت تستغلها انت عندك ايه هتعمل 31 ديسمبر 31 ديسمبر ده بعد بكر يعني انت عندك خلاص شعر بالنسبة للشغل ده بعد بكر وبالنسبة للعلم يوم انت دلوقتي عندك في شركة اقطاع خاص واخدى الهرب هتعمل لنا ايه في الهرب يعني وريني كده في رأس السنة ايه هو الحدث وفن قمت الحدث وفن الانترتيمنت وهو الاخره ايه الانترتيمنت اللي هتحطيه زي ما مص العالم كله توجه ارزاره ليها ما هدخول الالفية عشان وزير الثقافة جاب اكبر اركسترة في العالم وجاب مشي الجاف وعمل اركسترة احنا من سوقتها ما عملناش حاجة تبقوا بعدين ماه لازم لازم يكون فيه عنا فعاليات ده احنا عندنا في كل حتة فعاليات ده احنا عندنا سياحة القصور ده انت عندك القصور اللي واحدها قصر محمد علي قصر محمد علي في المانيال وقصر محمد علي اللي هو موجود في شبرة عندك القصر الجمهوري عندك قصر المنتزى ده انت لو عملت سياحة قصور وتسكن فيها ملياردرات العالم طب تفتكر ثانية واحد تفتكر الحركة اللي تمت من الرئيس لان دي ما حصلتش بكده برضو في العالم معمتا بالدول حتى اللي عندها اثار زي مصر الصين او الصين بالزات مش اقول الدولة التالتة عشان فيها مشاكل من زمن تمام الاحتفال بنقل المميوات لمتحف الحضرات انا عجبتني اوي 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 انا سيدات الرئيسة هو الاستقبل الملوك من رئيس الملك يعني بيستقبلهم ودخلهم اماكنهم والسيداتك عارف طبعا العالم كله كان متاجه فين كله فعلا كان اتجاه تلفزيونات العالمية كلها لمصر حكاية انه هو يرأس المجلس الاعلى للسياحة دي خطوة رائعة لانه هو لما بيقصر رئيس الجمهورية هيقرر حاجة هتحصل تمام طيب بس اردوا عليه مشاكلنا يا عمد بالضبط ما هي دي اردوا عليه المشاكل اللي هو يعلم بيها ولكن دلوقتي انا ما ينفعش ان انا اسأل الناس اللي قاعدين على كاريس المستفدين منها انا لازم اسأل الجماعيات العمومية لازم انزل اسأل لازم انزل انا وزير السياحة انا نفسي نفسي ينزل ياخد عربيته بدون حراسة بدون اي حاجة وكان فيه وزراء ضخام كانوا بيعملوه ضخام كان ياخد عربيته وينزل ليه مش فص الناس ومحدش حاسس به ينزل يروح يجرب زيارة للهرب او لمنطقة اثارية او اولى اخر يهو يجرب وبناء عليه بناء على هذه التجربة السياحية اللي هو مر بيها يقرر ياخد يشوف مشاكلها ويتصل بالجهات اللي هي تساهم فيها وتتعمل ما انا ما ينفعش ان انا يعني طب انا مدي خدمة لقطاع خاص وعشي القطاع الخاص يشتغل طب اشتغل شوفوا يعمل لي ايه وفي خدمات تانية واخدينها برضو قطاع عام في اماكن اثارية تانية لازم يمر بهذه التجارب لازم هو ينزل المطار من اول ما يخش المطار ما يخش الصالة الكبار الزوار احنا كان عندنا وزير من اعظم وزراء مصر اسمه اسامة الباز عمره ما دخل صالة الكبار الزوار كان بيقف في الطبور ويخلص حكته ويعمل ويبزن حكته ما كانش معاه لحراسة ولا اي حاجة معروف طبعا تاريخ اسامة الباز كوزير عظيم من الوزراء اللي كانوا موجودين وهو كان العقل المفكر لمصر في وقت من الاوقات ينزلوا الشهر يشوفوا الدنيا فيها ينزل يشوف السياح ينزل يتصل بالبلدية يتصل بالحكم المحلي يشوف يحل المشكلة انت بتوصد احتكاك مباشر لكل القيادات عشان في الاول وفي الاخر السياحة المصرية دي منظومة قومية والسياحة المصرية هي تحدي مصر الاجبر لما يبقى مجتمعين النهاردة في السعودية جميع الدول العالم وجميع قادة العالم منظمة السياحة العالمية عمنا في الرياضة النهاردة مؤتمر ومجتمعة وقيادات العالم كلهم مجتمعين وانا ما عنديش حاجة بقدمها في هذا المؤتمر غير اني رايح خطابة لا انا لازم يبقى عندي منتج لازم اقوله تعالى يا قيادات العالم انا عندي مناطق لازم تتنم انت عندك 270 كيلو متر فضيين من القصير او من سفاجة لحد مرسى علم وعندك 270 كيلو متر تانيين من مرسى علم ليش هلاتين اعمل مناطق تنمية سيحاية متكاملة وما تعتمد ليش على الكبير الكبير عمره ما بيعمل حاجة لان الكبير له اشتراطات الكبير اخليه اعمل تنمية سيحاية متكاملة صح بس اعمل اعمل مشروعات صغيرة اخصصها المستثمرين صغيرين ينموا انما اسيبها كده اصل دي متخصصة لفلان طب يعموا فلان بقاله 40 سنة ما عملش بيها حاجة مرسى علم فيها مارينة ما اشتغلتش المارينة دلوقتي فقامت الرئيس قال لك سياحة اليخوت اهم مارينة في مصر كلها هي بفروض مارينة مارسى علم لانها هتجيب يخوت الخليج كلها اللي بتروح بتعدي من قناة السويس عندي اللي يخوت بتعدي من عندي عشان تروح سردينيا وتروح ايطاليا طب ما تقعد عندي طب دي أنا عندي في مارسى علم سنوركلينج ودايفينج وبيتش وورد وعندي سفاري صحرا وعندي سفاري جبال وعندي كل حاجة عندي دلوقتي ان هو لو ركن عندي في مارسى علم قاعد في الميناء وتنمت المدينة كلها والموانيد يخد بالك الليلة الوحدة من 9000 يورو لـ 50000 يورو لليخت الواحد اليوم الليلة الوحدة شوف بقى التنمية وشوف الفلوس ممكن يجي يقف وياخد يعمل 300 كيلومتر ووصل لقصر شوف ودي الملوك والملكات والدير البحري وشوف الكارنك وشوف ونم المدينة ودي السيحة اللي بيجي فلوس صح صح فاحنا عايزين يعني نبتدي نتلمس الاسباب الجديدة والاحداث الجديدة انا مش مجرد ان انا اعمل فيلم وخلاص انا نميت الناس ما وصلتنيش انا بعمل اكلم في نفسي انا عايز اكلم الناس دي صح انا مش فاهم ناص التسويق ناص التسويق لا انا عندي معرض هناك وعندي مجوهرات ما حصلتش وعندي دهب يعني انا لو بعتلك الفيلم الفيلم يهبل عن المعروضات اللي موجودة في باريس وكانت في امريكا لا شفت السيحة زادت من امريكا ولا شفت السيحة يزيد من باريس ولا شفت ان في حاجة بتتحضر بنقول للناس اللي يحضروا المعرض انا في راس السنة تعال اللي الهرم اعمل لك كذا ما حدش يقول انت عندك قصور لا في مطارات ولا عندك قصور في فنادي احنا عندنا شوء وشالهات مقفولة تاخد ملايين الملايين من البشر زي ما عملوا زي ما بقولك التريند بتعرنتوا ايش ابتدا يا احنا دي اتعمل عشان الناس تسكن في شوء وشالهات تسكن تسكن في شوء وشالهات بس لا انا هقدم له خدمة ولا انا همسح له ولا انا هتضاف له ولا انا ولا انا هيسكن وهيعيش زيه زي ما كانوا الاجانب عايشين في مصر الزمان لسه فتش اقول لك زي ما كان عايش ده عايشين وكانوا مستمتعين اركحهم تاني بيعشاؤوا مصر لانك انت خد بالك المواطن المصري انت لما بتعيش في وسطي ما بقولكش قدي ايه المتعة انك تعيش مع جار مصري مع مواطن مصري هم قالوها لا المواطن المصري ده جبار المواطن مصري ده بيعشق المصري بقى سلطه وبجماله وساعدته للناس واللي هم بيشوفوه بتبقى حاجة زي الفل فانا زي عبورك هو قوة الكلام اللي اتكلمنا في النهاردة وده يعني واضح انه استاذ مجد صادق يعني غيور زينا زي ان اي حد بيحب بلده ونفسه تبقى رقم واحد في العالم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ننجح في هده الملف الشيء التحية مصر وزي ما الرئيس قال هتبقى قد الدنيا بالإذن الله يا رب الساز مجد صادق كلها بتقول كده يا رب الساز مجد صادق قادوا غرفة السياحة شهرات جدا لفندي وصباح الخير كده خلصت معاكم فقراتكم التانية وحليتكم النهاردة استنونا وحليت جديدة ان شاء الله بكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة